لكم فاكريني سيسي هو بيقول ان الناس اللي موجودين في السجن دول انقاذ وطن حلوة اوي الفقرة دي بتقولك بيحصل ايه في السجن بقى تقرير حقوقي جديد نشره موقع العرب الجديد ومنظمات حقوقية نشرت رسالة بتعيد لنا ذكريات حمزة البسيوني وشمسة بدران في السجن الحربي ايام جمال عبد الناصر لما كانوا بيقولوا للمساجين لما بيصرخوا بيقولوا رب وكانوا بيقولوا له استغفر الله يعني لو ربك نزل هحبسه في الزنزانة اللي جنبك احنا بنوصل لنفس مرحلة حمزة البسيوني وشمس بدران المرة دي في سجون السيسي اللي هي انقاذ للوطن عزيز المشاهد اهلا بيك في مرحلة انقاذ الوطن على طريقة عبد الفتاح السيسي تعالوا نشوف ايه الحكاية موقع العرب الجديد بيقول رسالة سجناء ده منهور في مصر نجبر على السجود لرئيس المباحث شوف انا لما قريت الرسالة قلت لا في حاجة غلط اكيد في مبلغة لكن الخبر فعلا نقلا عن مجموعة من المنظمات الحقوقية منظمات حقوقية من بين الشبكة المصرية لحقوق الانسان قالت ان فيه 23 نزيل في سجن ده منهور اه من اشتاكوا من اجبرهم على السجود لرئيس المباحث او التغريب لسجن الوادي الجديد احنا عايشين خيال لا والحقيقة ده كان بيحصل ايام جمال عبد الناصر زي ما قلت لك وكان فيه فجر كان فيه فجر اكتر من كده ما كانش بس بيخلي المساجين يسجدوله لا ده كان بيقوله لو ربك نزل هحبسه في الزنزانة لجنبك والناس كلها فكرة نهاية حمزة البسيوني كانت عاملة ازاي جزار سجون جمال عبد الناصر طيب تعالوا نشوف تفاصيل عن اجبار السجناء المصريين اللي هما موجودين في السجن لانقاذ الوطن اللي هما يسجدوا للرئيس المباحث نتابع التجاوزات داب عليها منقدم اسمه عصام عبد العزيز دي من الصورته طبعا دي صورة تعبيرية هدد من لم يسجد له بالترحيل للمينيا او الوادي الجديد في قلب الصحراء بيعرف السجن كذلك باسم السجن الابعدية ويقع بمحافظة البحيرة سياسة الاذلال وكسر الكرامة متبعة في السجون المصرية يعني عزيز المشاهد عندما كان عبد الفتاح السيسي يحدثك بالامس ان هؤلاء المساجين هم في السجون في مهمة انقاذ وطن وتخن صوته وشخط كده عشان ترتجع وتخاف كان فيه ظابط اسمه لا هتقولنا اسم الظابط تاني لو سمحته عصام عبد العزيز تقريبا كان هذا الظابط بيجبر مساجين في نفس المنطقة في نفس المنطقة اللي كان فيها السيسي ان هم يسجدوله ظابط اسمه عصام عبد العزيز فالسيسي بيقولك احنا بننقذ الوطن وعصام عبد العزيز بيخلي المساجين تسجد له داخل هذا السجن نكمل كده التفاصيل ونشوف الرسالة الحقوقية بتقول ايه تسعى لاهانة وتكريس الشعور باليأس لدى المعتقلين سياسة الاذلال الجديدة اللي بيمارسوها ووجهوا الرسالة او سؤال لأحمر الطيب شيخ الازهر وشوقي علام مفتي الديار المصرية وقالوا هل نحن مجبرون على السجود لغير الله الناس بعدها تسأل الشيخ أحمر الطيب اتمنى يجاوبهم يا جماعة اتمنى ان شوقي علامي يجاوبهم بدل ما هو وقاد من الصفحة بتاعة دار الافتاء بيقولك تيك توك دار الافتاء انستجرام دار الافتاء تيليجرام دار الافتاء يرد على الجماعة اللي فيه زابة اسمه عصام عبد العزيز بيقولهم يسجدوله اتمنى يعني معلش لو هناخد من وقتك شوية شيخ الازهر ومفتي الديار المصرية بيقولوا انه بيعاني المعتقلين تكدس كبير يصل الى خمسة وعشرين نزيل في الزنزانة الواحدة طيب انا راضي ضمير حضراتكم هل في حاجة لها علاقة بانقاذ الوطن تخلي زابط في وزارة الداخلية يجبر مساجين انهم يسجدوله معلش ده انقاذ انه وطن وانقاذه من ايه يعني الوطن يجب ان ينقذ من امثال هؤلاء ده شخص اللي هو صورة تعبيرية عن عصام عبدالعزيز زابط الشرطة ده شخص مختل سايكوباتي يعاني من مرض نفسي ده شخص لازم اولا يتعالج وبعدين يتحاكم عشان نبقى واضحين يا جماعة دول مرضى نفسيين ده مش طبيعي يعني هو ايه اللي يجيب مساجين لا حاوله له ملاقويا خليهم يسجدوله يا جماعة ايه الجنان ده ده جنان رسمي يعني ده مرحلة مش طبيعية فده انسان يجب ان يعالج ثم يحاكم ولما تسمعوا تاني الشخص اللي بيقول لكم انه حاطت المساجين في السجن عشان ينقذ الوطن وقولوا له يا عمي امشي وسب لنا الوطن يعني عارف انت القصيدة اللي هي كانت في الاخر فقف مش عارف لهذا الوطن لا مش هنقول قف لهذا الوطن امشي انت بس وخد عصام عبدالعزيز معاك وسبولنا احنا الوطن شكرا